تعالي بقى اقولك على فكرة سهلة وبسيطة جدا وهتنفعك جدا لو عندك بقى حود المبخ معاك بالشكل اللي انت شايفاه دوت طبعا لما بيجي على الرخامة مية في الحتة المفتوحة دي بتسرب معاك المية وببهدل معاك الدنيا هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هتروحي بقى عند اي موان وهتقولي له عايزة السيليكون الحراري بصراحة انضف سيليكون ممكن تستخدمي وهجب بقى المقص وهفتحها بقى معايا بالشكل ده وبداي بقى احطي على حرف الحود بالشكل ده بقى هيمسك معاك في الرخامة والحود واستحال بقى كده ينزل مية معاك ابدا وبعد ما اتخلصي بقى حوالين الحود كله وهو اللي اخسطري كده جيبي بقى منديل وبداي بقى اشيلي اي زيادات عشان خاطر طبعا لما بينشف بيبقى شكله وحش جدا معاك اتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وكده بعد ما نشف معايا وطبعا دي بقى فاضت مني طبعا مش هرميها لا افلتها كده ممكن برضو احتاجها في اي حاجة تانية الاقي كده سيليكون عندي ان شاء الله جربي بقى الفكرة دي والطريقة دي وتعجبك جدا واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرة عشور اتمنى بقى تنوريني وتدسل لكم وطبع عشان يوصل لكل الديد بازن الله هاتي بقى نص لامونة وهتجيبي نص معلقة صغيرة من الكربوناتو او البيكين بودر ايه المتوفر عندك اشتغل بيه ما فيش اي مشكلة خالص وهتجيبي بقى المقصات كده بتاعتك اللي في الشقة كلها مثلا مخصصة بقى للسمك مثلا لخضرة هتجيبيهم بقى وهتدعاك بقى كويس جدا كده باللمونة عاوز اقولك بقى نص اللمونة مع الكربوناتو هيخليهم لك زي الفل معاك ورحتهم حلوة جدا حتى لو فيهم صدى هيطلع معاك بمنتهى السهولة انت كده طهرتيهم وفي نفس الوقت كده خليتي رحتهم حلوة جدا معاك وكمان مش هننسى اهم حاجة نجيب بقى السككين برضو اللي في الشقة كده بتاعتنا كلها وهتبدأي برضو تدعاكيها معاك كويس جدا هنا برضو اللمون هيشيل اي زفارة او مثلا مقطع بيها بصل ورحتها مش حلوة معاك مهما تخسريها هنا اللمون بصراحة حلوة جدا وبينضف كده وبيخلي ريحة حلوة جدا معاك ان شاء الله تجربي الطريقة دي في مقصات او سككينة عندك لو حاجة كده مصدية اعمليها بقى باللمون والكاربوناتو وهتدعيلي واتمنى بقى لو وصلت معاك لحدنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد واتمنى بقى تنوريني وتدسل لكم وطبع عشان يوصل للكل جديد بإذن الله هاتي كيس فانيليا واحد وهاتي بقى الخل وهتجيب اي بولا عندك وتحط بقى فيها الفانيليا بالشكل اللي انتو شايفينه دو هو ده بقى القوام اللي احنا عايزين وهتستخدميها بقى يا ست الكل في اي منطقة عند الغمقة هتحطي بقى منها لمدة ربع ساعة واخسلي بقى كويس جدا عايز اقولك بجد هتحسي الفرق هنا بقى الخل مع النشا ومع الفانيليا رهيب في التبيض وكمان هيدي ريحة حلوة جدا معلقة واحدة على البطاطس وخزنيها معاك طول السنة وخاصة بقى الحمرة التحمير دي دي بتبقى في الصوابع والشبس تحفة جدا وطبعا ما بتبقاش متوفرة كتير ممكن تلاقيها شهر شهرين وتلاقيها اختفت معاك فاحنا بقى هنعمل المعلقة دي عشان تفضل معنا سنة او اكتر ومن غير ما يجرى لها اي حاجة طبعا البطاطس الحمرة دي اسمعها رزتة ومتوفرة ومالية السوق وبعشرة جنيه يعني مش غالية هتجي بيها بقى وتحط عليها معلقة كده من النشا وتقعد معاك بقى اكتر من سنة مش هيجرى لها اي حاجة جرابي بقى فكرة النشا دي في اي نوع بطاطس انتي بتحبيه وعايزة بقى تخزنيها جرابي بقى فكرة دي اتوها تعجبت جدا واتمنى بقى لو صلت معايا لحد دينا في الفيديو متنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد لو اول مرة تشوفي صفحتيني اسمي اميري عشور اتمنى تنوريني واتدوصل لكم وطبع عشان يوصل الكل الديد بازن الله تفرزات شهر رمضان كل سنة وحضراتكو طيبين هنعمل بقى وجبات توفير التوفير وهتوفر عليك كتير معايا بقى بصلايا كبيرة بشرها ومصفيها كويس جدا من المياه والتوابل من كل حاجة معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والبابريك معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة جملي او جموسي زي ما تحبي وممكن تستخدمي ربع او طمن براختك خالص وقلبي بقى كل المكونات كويس جدا مع بعض مقدير بسيطة وسهلة جدا حابة بقى عرب تتبعيني من انهي بلد واتمنى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد كده تمام معايا ما تدخيش بقى اي اضافات تانية عشان ما تقلبش معاك الكوفتة هي دي طريقة البوفتكة الصح ورحيتها تحفى وابتدي بقى شكليها معاك يبقى الدلبرتعونية الصغيرة بالشكل اللي انت شايفها ده وخليهم بقى كلهم حجم واحد عملوا معايا 13 كتعة طبعا انت ممكن تصغر الكتعة شوية هيرمي معاك كتير هتجيبي بقى كيس من اكاس التلاجوهات فريدي وهتحطي بقى اربع كتعة كده وهتحطي فوقي كيس وفريديها بقى وبطتيها كده كويس جدا بايدك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وخلي بقى يبقى سون كهر وقايا معاك عايز اقولك دي احلى طريقة ممكن تعملي بها البوفتك الكتاب بيطلع نفس طعم البوفتك بالزبط واخلى كمان والله جربيه بنفس الطريقة وهتدعيلي عليك كده خلصت الكمية كلها شايفين بقى ماشاء الله شكله عامل ازاي هحطه بقى في فريزر لمدة 3 ساعات هجيب بقى كبايا لربع من الدقيق وربع كبايا من النشا والتوابل من كل حاجة ربع معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والكركم وقلبي بقى كويس جدا وانزلي كده بالمية تدريج وكده تمام هو ده بقى القعوم اللي احنا عايزينه كده البوفتيك جمد معايا وبقى تمام لازمان كده يجمد معاك عشان تعرفي تشتغلي فيه هتاخدي بقى كطعة من البوفتيك هتحطيها في العجينة السيلة وتصفيها بقى كويس جدا وهتحطيها بقى في بقسمات او دقيق او فيجتار اي حاجة متوفرة عندك اشتغلي بيا مفيش اي مشكلة خالص شايفين بقى ماشاء الله ما تفرقهوش عن البوفتيك عايز اقولك بيبقى طعمه طحفة جدا وبعد كده بقى هتحطيه على طبقة ثم بين كل طبقة والتانية حطي كيس عشان ما يلزقش ببعد الحد ما تخلص الكمية وبالشكل ده عملتي احلى بوفتيك شايفين بقى ماشاء الله من نص كيلو لحمة مفرومة عملتي احلى طبقين في كل طبق فيه نص كيلو ونفس طعم البوفتيك بزا بتمشي هتفرقيه عنه شايفين بقى ماشاء الله عملنا كيلو بوفتيك توفير التوفير ان شاء الله تجربي الطريقة ديت وتعجبك جدا وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة جملي او جموسي زي ما تحبي وحزمة مشكلة من الكزبرة والبقدونس والشبت وبصلية كبيرة مقطعها و7 فصوص من الطوم ومعايا كمان كباية من الرز المطحون لازمان كده يبقى ناعم جدا معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده او تشتريه كده ناعم من عند العطار او تطحنيه كده عندك في البيت مفيش اي مشكلة هتجيبي بقى الكبة او الخلاط المتوفر عندك اشتغلي بيو انزلي بقى بالبصل والطوم والخضرة والخضرة ما تقطرهاش عشان ما تغمقش معاك الكفتة اضرابيهم بقى كويس جدا لو هتشتغلي بالخلاط هتديف ربع كباية من المياه انزلي بقى بالرز المطحون واضرابيهم بقى كويس جدا وبأكد عليك لازمان هنا الرز يبقى ناعم جدا معاك وبوضر عشان يديك نتيجة كويسة حبه بقى اعرب بتتبعيني من انيه بلد واتمنى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد اول بقى من المكونات تنعم معاك انزلي بقى بربع كيلو اللحمة واضرابيهم برضو كويس جدا هنزل بقى بالتوابل معلقة صغيرة من كل حاجة من الملح والفلفل الاسود والكزبرة وطوابل اللحمة كده تمام شايفين بقى ما شاء الله لنكفت عامل معايا ازاي ولا ريحتها بقى عايز اقولكو حرفيا ريحتها تحفة جدا سبتها بقى خمس دقيقة في التلاجة تتشمع وبداي بقى جيبي طبق وحطي في معلقة كبيرة من الزيت وبداي بقى شكلها صوابع بقى او مدورة زي ما تحبي وما بين كل طبق او التانية حطي بقى كيس من اكياس التلاجة عشان ما تلزقش بقى وبالشكل ده من ربع كيلو لحمة عملتي وجبتين شايفين بقى ما شاء الله شكلها جميل جدا ازاي ورحتها تحفة ان شاء الله تجربيها بنفس الطرية وتعجبك جدا وتدعيلي عليها اتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد هاجيب بقى الحلة وهنزل بمعلقتين 3 كبار من الزيت وهاضيب بقى نص كيلو من البصل متقطع كتا صغيرة جدا بالشكل اللي انتو شايفينه ده واول ما البصلة تتبل كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر السكر هنا بقى هيدي طعم حلو جدا للبصل واللحل اول ما البصلة تصفر بقى معاك كده وتديك اللون الدهب الحلو بالشكل اللي انت شايفها ده هتنزلي بقى بنص كيلو من اللحمة المفرومة اللحمة اللي انا مستخدماها هنا جملي ممكن تديفي جاموسي يعني اللي بتحب بيضي فيه مفيش اي مشكلة خالص وهنزل بقى بمعلقة كبيرة من اللي لو متوفر عندك ده فيها هتخلي اللحمة طعمها الطحفة ورحتها كمان جميلة جدا اول بقى ما اللحمة تتشمع كده من تحت بداي بقى اللي بي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو حب بقى اعرب بتتبعيني من اني بلد وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وهنزل بمعلقة صغيرة من كل حاجة من الفلفل الاسود والملح وكده تمام ما تسيبهاش لحد ما تنشف معاك وبدأي بقى هاتي الاطباق كده وحط فيها او الاكياس وبدأي بقى وزع اللحمة على 3 اطباق يعني الـ 3 وجبات يعني مثلا لو بتعملي مكرونة بشاميلة تلاقي طبق او مثلا جلج باللحمة او بطاطس باللحمة تلاقي بقى الطبق جاهز معاك وبصراحة بينجز معانا الوقت وشايفين بقى ما شاء الله في كل طبق كده اكتر من ربع كيلة وبالشكل ده عملنا احلى لحمة متعصجة عايز اقول لكم بقى ريحتها وطعمها طحفة جدا ان شاء الله تجربيها بنفس الطريقة وتعجيبك جدا هتجيبي بقى البنيه ويكون صمك وطخين شوية وهتقسمي بقى معاك الكتعة لاتني غسلته بقى كويس جدا وصدته يتصفى معايا تماما وهجيب بقى التوابل معايا من كل حاجة معلقة صغيرة من الملح والبابريكا والفلفل الاسود والكركم والبصل البودر او التوم البودر المتوفر عندك تماما ومعايا كمان كس مرق الدجاج اللي هي كنور عايز اقول لك بقى هتدي طعم حلو جدا وهنزل بمعلقة كبيرة من الزيت ومعايا كمان كوباية صغيرة من اللبن على المية او ممكن مية بس او لبن بس معلقة صغيرة من العسل الاسود او العسل الابيض المتوفر عندك اشتغل بيه وقلبي بقى كويس جدا عشان كل كتعة تشرب اتتبيل عايز اقول لك بجد ريحتها رهيبة اتمنى بقى لو سلت معين حدينة في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد هنسيب بقى الستريفس بتاعنا الجميل ده في التكبيلة كده شوية معايا كوباية كبيرة من الزيت ونخلها كويس جدا وهنزل بمعلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من الكركم هاخد بقى الستريفس بتاعنا الجميل ده وحط بقى في الزيت بالنشا بالشكل اللي انتو شايفينه ده وحط بقى الستريفس بتاعنا الجميل ده وهنحط فيها وبعد كده هننزل بقى بقى بقسمات او مقرمشات اي حاجة متوفرة عندك حطيها في كده فيها بالشكل اللي انتو شايفينه دول وبرضه ما تدغتيش عليها لأ نفدي كده كويس جدا من المقرمشات او البقسمات وكده خلصت الكمية معايا كلها شايفين بقى من نصف كيلو وشايفين بقى ما شاء الله توفير التوفير يعني من نصف كيلو بني حولنا معانا الكيلو من الاستريفس انضفوا احلى من بره بكتير وبالشكل ده بقى من نصف كيلو بني حولتي معاك الكيلو من الاستريفس ان شاء الله تجربي الطريقة دية وعتدعيه عليها واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتنا اسمي اميرا عشور اتمنى بقى اتنوريني واتدست لكم ومتابع عشان يوصل الكل جديد باذن الله